وداعاً لساعات الانتظار الطويلة لإنهاء معاملة في ظل الحكومة الإلكترونية التي يضعها العهد الجديد على جدول مشاريعه الإصلاحية فهي نظام حديث يقوم على استخدام الإنترنت لربط مؤسسات الحكومة بعضها بالبعض الآخر من دون أن يتكبد المواطن عناء الوقت والجهد أو دفع رشوة لهذا الموظف أو ذاك لاستعجال معاملته الموظف اللي عم بيخلص المعملة ما عم بشوف من المواطن المقبيلة وما عنده أي تميس معه وأعطاء الإمكانية للناس أنه هي تطلع على ما تكون به الحكومات وغيره وهذا نوع من الشفيفية هي بتخليك عملياً أنك تحارب بمكان الماء الفساد وتحط وتفتح العين مظبوط على ما يحصل داخل كواليس الحكومة طريق الحكومة الإلكترونية يمر بمراحل ثلاث دي جا بديك تمكن كل دوارك وخاصة دوارك اللي هي علاقة بالمواطن ومعماليته ومن ثم ترطيه بكل فروعك ومن ثم تعملي كل هالبرامج اللازمة ومن خلالها بتفوته وبتعبي طلبك وبتشوف توصل المستندات تبعك بطريقة الله وفي زيارة إلى موقع بوابة الحكومة الإلكترونية دولة.gov.lb يتبين أن الخدمات المتاحة للمواطن هي خمس تقدمها المدرية العامة للأن العام إبدال رقم جواز السفر على سمة دخول تجديد سمة دخول إفادة مغادرة إلغاء السمة أو شطب عاملة في الخدمة المنزلية المواطن أول شي صار فيه يقدم معاملته بحيال الوقت بالليل، بالنهار بس بيفوت على الموقع الإلكتروني ويقدم المعاملة وبيوفر وقت كتير بهذا الموضوع بالنسبة للإدارة أكيد مثل ما قدت بطور عمل الإدارة بيصير فيه اعتماد لأساليب وتقنيات حديثة في معالجة المعاملات ونفس الوقت تخفى الاستحام هذا المشروع بيدعم مشروع الحكومة الإلكترونية بيخلي الإدارة تنتقل من أساليب العمل التقليدية إلى استخدام التقنيات المعلوماتية والاتصالات المديرية العامة للأمن العام تتحضر لإطلاق سبع خدمات إلكترونية جديدة بالتنصيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية يعلن عن تفاصيلها لاحقاً وإلى حينه يبقى الأمل في تطوير شبكة الإنترنت فتكون حجر أساس قوي لحكومة إلكترونية جوال الحج موسى قناة الجديد